السلام عليكم بسم الله اللهم بصلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم خلينا نكمل مع المناعة والحاجات اللي لازم نجهزها تكلمت فيها كتير قوي وبرجع تاني الحاجات دي حدفتكوا كتير قوي يعني كتير 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 تقريبا كل الناس اللي بعرفها مرضت الأيام اللي فاتت الأسابيع اللي فاتت كل العائلات الفاميلي كاملة الأب الأم الأم الولاد واحد وراء واحد فلاك مفيش حل يعني خلاص محدش يقول أنا مش هيجيلي لو خاركتوا في أي مكان واحد بس مريض بتمردوا بعد كام يوم هتلاقي نفسك وقاتلكوا الأعراض اتسهل الحمد لله من قبل كده ولكن برضو ما تستهونوش يعني السهل الممتنع اللي هو ممكن تحتقان في الزور واجع شوية سخونة والصدع ويقودي أهدى واخيف وارجع تاني بيتيجي الأعراض تاني فصمتا بتاخد وقت ممكن تبقى تعمل كحة تاني وتنزل على الرئة فإحنا خلينا نكون جاهزين فيه رسفة بس عاوزة أتكلم عليها اللي هي التوم مع العسل دي من الحاجات الحلوة قوي في حالة الكحة في حالة يعني لو أنا دخل عليها بدأت حسع بأي أعراض إن أنا ممكن أتعب أو خرجت وكان فيه حد مريض في المكان اللي أنا فيه التوم مع العسل بس لازم أكون عاملاه قبله على قلق أسبوع عشان يبقى كده متخمر وفرمنتد وحلو بس فيه حاجة الناس اللي دخلها مرخفض عشان دي النقطة دي نسيت أحكي فيها ده ممكن ينزل لهم الضغط قوي وحيتعبهم فأنا ممكن أحط عليه الزنجبيل يعني أحط مع التوم والعسل قطع من الزنجبيل فعلاقة العسل بقطع من الزنجبيل وجزء من التوم هيزبوتني هيزبوتني حلوة قوي نفس الوقت الناس اللي الزنجبيل بيتعبها وممكن يرفع لها الضغط وبتحس إن إنها مش مظبوطة بعده في ناس كتير قوي كده لما هيكون مع التوم هيبقى يعني very balanced مش هنحس بالمشكلة إن شاء الله فدي من المهمة قوي يعني في الحالتين ضغطي واطي أو ضغطي مرتفع حطوا الزنجبيل مع التوم مع بعض الرسابي دي بقى حلوة قوي وحاجة إنقاس كده ومش بتحتاج وقت طويل إن أنا أعملها حتلاقوكوا استفدتوا منها جدا 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 هاخد واللي ما بيحبش مش هنأكل بصل بقى خالص يعني ما فيش أي بصل حكله كل الموضوع إنه هجيب البصلة وأطحها صغير قوي وهحطها في كاسة فيها نصها خل تفاح خل تفاح نوعية حلوة طبعا الرول اللي حكينا عليه قبل كده وهحط معاها عسل يعني نص خل ونص عسل وبعدين أحط فيهم البصلة وخليها مغمورة تماما دي طبعا أنا بعد ما استعملناها الحمد لله وقوموا استكده خلاص تشوفوا المعلقة دي المعلقة دي مش عاوز أقول لكم بتعمل فرق قد إيه لو فيه احتقان في الزور فيه تعب عندي داخل علي كحة بدأت الأعراض تظهر علي رائع معلقة 2-3 في اليوم زي ما أنتوا عاوزين تخلي مع عسل كل الإكستراكت بتاع البصل بيخرج في الخلي والعسل أنا مش محتاجة بقى أكل بصل ولا أدوق ولا أي حاجة خالص رائعة جدا وحسب ما أنتوا عندكم مثلا الخلي أنا ما عنديش كواليتي الحلوة خلي التفاح الحلوة فأنا أخلي أقل حاجة والباقي كله عسل لو عملتها بعسل بس يبقى اللي هي لازم استعملها على طول ولكن هي لما تكون سائلة كده وجواها البصل يعني أنا البصل دوت زي جوه الخل خلاص مش هيحصل له أي حاجة وكل خلاصة البصل جوه الخل والعسل من الحاجات الرائعة جدا ممكن أي حد ياخدها أي عمر يعني ما فيهاش أي مشكلة إن فيها كمية عسل حلوة حتى اللي بيقوله معدتي بتوجعني منه لا it will work very good إن شاء الله أوكي هنا برضو لو أنتوا عملتوا وخلتوا بقى مدة طويلة دي الحاجة الطريقة الوحيدة اللي ممكن أحتفز بيها بالبصل البصل ما بيتحمل شي عوالت بشرت بصلة مع عسل يعني في نفس اليوم لازم تخلص وعمل واحدة جديدة بدي سوي مع الخل والناس اللي مش قادرة تبشر ومش عندهاش وقت هحط نص خل لنص عسل وأغمرها بي دي بعد ما استعملناها كتير أهي يعني أرجع تاني أكملها خل كده وشوية كمان من العسل وخلاص دي ممكن تقعد معايا بقى زي ما أنتوا عزين وأجهز واحدة جديدة وأستعملها من الحاجات اللي حتنفعكو كتير قوي وسهلة سهلة يعني اللي جابنا تيجا بقى حلوة كمان قوي والناس شكرتني عليه الحمد لله الحمد لله لما احنا جهزنا مع بعض زيت الزيتون وحطينا في الزعتر من الحاجات الحلوة جدا جبنا كمياء كبيرة من الزعتر وقطعناها رفيع قوي كان زعتر فرش اللي ما عندوش بيجيب المجفف أوراق الزعتر وحطناها في زيت زيتون دافي وسبناها شوفوا بعد عيش معاكو طول ما هي مغمورة بالزيت كده الزيت بيتحول للون أخضر غامق جدا ودي من الحاجات الرائعة وده الزعتر اللي أنا ممكن يعني زيته اللي ممكن أستهلكه عادي لأنه مش مركز زي الزيت الإسسينشال أويل اللي احنا بنجيبه بتاع الزعتر وكيف اللي ما عندوش يقدر يجيب إسينشال أويل زيوت عطرية أو زيوت نوعية كويسة فدي بتجهزها بينفعكو جدا على مدار الشيطة هتاخدو منها معلقة كل يوم حاجة رائعة جدا 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 يعني في ناس قلتلي أنا كان بيجيلي كل سنة مرتين وثلاثة دور الفلو والبرد الجامد ما بقاش بسبب الزعتر مع الزيت الزيتون رائعة جاهزوها وخلوها خلو كل الحاجات دي عندوكو كده في دوليب المطبخ أول محد يعيه ابدأو طلع كل الحاجات دي من الحاجات الحلوة كمان إن أنا أغرغر كل شوية يعني كل تلات أربع ساعات أي حاجة ميا بملح بحري بتشتغل حلو وأغلي شاي قوي وخليه تقيل جدا مع شوية من القرنفل بعدين لما يبرد عصر علي لمونة كاملة وغرغر بيها بتطهر الزور هتشوفوا النتيجة على طول بس لازم كل تلات أربع ساعات أجدد الغرغرة لإن بيرجع تاني بيرجع تاني الاحتقان إن شاء الله ربنا يشفينا جميعا أشوفكم فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله